لماذا تختفي القطط أثناء حدوث الزلزال؟ وماذا تفعل؟ وأين تذهب؟ إجابة ستذهشك. سبحان الله ولكن قبل مشاهدة الفيديو ادعمنا بإعجاب ولا تنسوا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم. أين تختفي القطط أثناء حدوث الزلزال؟ بالتأكيد جميع الحيوانات تعلم بالزلزل قبل حدوتها وهذه معجزة كبيرة جدا وضعها الله سبحانه وتعالى في جميع الحيوانات والطيور حيث أن الحيوانات تشعر بأي كوارثة طبيعية قبل حدوتها ولكن كيف تتنبأ الحيوانات بالهزة والزلزل قبل حدوتها؟ يقول باحث بريطاني في دراسة نشرت في مجلة ديلمال آل بريطانية أن القطط والكلاب وجميع الحيوانات تشعر بالزلزل قبل حدوتها بدقائق وتحاول الخروج من أي مبنى حتى تحمي نفسها من سقوط المبنى عليها وقد لاحظ ذلك جميع الأشخاص الذين يربون القطط في سوريا وتركيا وهذا السلوك تفعله جميع الحيوانات وليست القطط فقط حيث ظهر في هذا الفيديو هذا الكلب وهو يحاول الهروب من المبنى قبل حدوت الزلزال عليه سبحان الله وسبحان الله الكلب كان في تبات عميق وفجأة ظهر عليه الفزع الشديد وبعد لحظة فزع الكلب ظهر زلزال قوي في هذا المنزل وفزع منه أهل المنزل سبحان الله وفي هذا المشهد أيضا خروج قط من تحت منزل كان يحاول الخروج من الزلزال ولكنه تخبأ في مكان آمن حتى أخرجه فريق الإنقاذ وكان يرتعش من الخوف سبحان الله وفي هذا المشهد أيضا يظهر إنقاذ وإخراج أرنب من تحت الأنقاذ وهنا أيضا إخراج قط آخر من تحت أنقاذ مبنى إخراج الطفل موسى حيا بعد خمسة أيام تحت الأنقاذ أخرجت فرق الإغاثة أربعة أشخاص من بينهم طفل من تحت أنقاذ منزلين مدمرين بسوريا في اليوم الخامس من عمليات الإغاثة بعد الزلزال المدمر وفي بلدة جندريس الحدودية في شمال غرب سوريا أفاد مرسل لوكالة الأنباء الفرنسية بإخراج الطفل موسى حميد ست سنوات من تحت الركام وقد تعرض لإصابات في الرأس وفي يده وبدت عيناه متورمتين وقد لف المصعفون رأسه ويده اليمنى بضماضات بيضاء والتقى مرسل وكالة الأنباء الفرنسية بعد إخراجه من تحت الركام عند الساعة الثامنة صباحا على وقع هتاف السكان ولا يزال المصعفون يبحثون عن سائر أفراد عائلة الطفل وتم انتشال أحد أشقائه إلا أنه قد فارق الحياة وقال أبو بكر محمد أحد المدنيين الذين شاركوا في عملية إنقاذ موسى في اليوم الخامس بعد الإنقاذ تم إنقاذ موسى من تحت الأنقاذ ولديه جروح بسيطة فيما توفي شقيقه ولا يزال بقية أفراد عائلته تحت الأنقاذ وليس معروفا عنهم أي شيء حتى الآن أولاً في هذا المقطع قد حدث زلزال في هذا المكان وهو مكان عمل إداري شاهد ردة فعل الموظفين والعمال وهنا مشهد لزلزال حدث في مكتبة في سوريا وهنا زلزال قد حدث في أحد الشوارع شاهد ماذا فعلت السيارات وطفلين كانوا في الطريق وهنا قد حدث الزلزال في بنزيمة وقد صورته كاميرات المراقبة شاهد ماذا فعل في السيارات وهنا أيضاً زلزال قوي حدث في أحد الشوارع سوريا حدث أمر صعب للغاية وقد تسبب في أمر صعب للغاية وهنا كذلك قد حدث أمر صعب للغاية وقد تسبب في ضعر كثيراً من الناس سبحان الله وهنا قد حدث الزلزال بداخل السوبر ماركت شاهد ماذا فعل فيه الزلزال المدمر هنا في أحد المساجد في سوريا حدث زلزال قوي والغريب أن جميع المصلين فضلوا التبات في صلاتهم سبحان الله على الرغم من قوة الزلزال أثناء انتظار هذه السيارات في تركيا حدث الزلزال المدمر وقد صورت كاميرات المراقبة هذا المشهد لنشاهد ماذا فعلت الناس وعلى ذكر الزلزال سنعرض لكم مقطعاً في إندونيسيا لأجل لم يكن يعلم أن هناك كاميرات في المسجد أثناء وقوع الزلزال وقد حدث أمر تعجب منه الكثير من الناس انتشر مقطع فيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لإمام في إندونيسيا وما فعله هذا الإمام جعل الكثير من الناس في صدمة وذهول سبحان الله هذا الإمام كان يصل بالمصلين وفجأة وبدون سابق إندار قد حدث زلزال قوي ومدمر والذي ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسيا وكشف الفيديو الإمام وخلفه المصلين في لحظة وقوع الزلزال القوي والغريب في الأمر أن هذا الرجل حافظ على تباته بشكل عجيب هو وبعض المصلين رغم قوة هزة الزلزال العنيف الذي هز المسجد والمنطقة بأكملها والغريب والمفاجئ أيضا أن الرجل لم يتأر قد بقوة الزلزال وكأنه لم يحلط أي شيء سبحان الله بل أكمل صلاته بتبات عميق لم يقدر أن يفعله أي شخص في مكانه وهذا يدل على قوة إيمانه وخشوعه في الصلاة لنشاهد المقطع سويا إنه تعهد مع الله أنه لن يقدر الصلاة مهما حدث أي شيء كل ما فعله هذا الرجل هو الإمساك بالحائط فقط حتى لا يسقط على الأرض أثناء الصلاة والغريب أيضا هو تبات بعض المصلين خلف الإمام في مجهد قوي يحبث الأنفاس يا الله اللهم قوي خشوعنا في الصلاة وجعلنا من محبين الصلاة يا أرحم الراحمين لا تنسى أن تخبرنا برأيك في التعليقات وإن كنت مكان هذا الشيخ ماذا كنت ستفعل؟ وهل ستفر هاربا من الفزع وتقدع صلاتك؟ أم ستكمل صلاتك كما فعل هذا الرجل الشجاع والبطل؟ أنتظر تعليقاتكم ضرب زلزال القوي بلغت قوته 7.8 درجة جنوب تركيا وسوريا المجاورة في وقت مبكر فجر يوم الاثنين الماضي مما تسبب في مقتل المئات ومحاصرة كثيرين وتدمير العديد من المباني وشعر أيضا سكان لبنان بهذا الزلزال المدمر ترجمة نانسي قنقر